لغت أمايا الحسن إذا كان نطق الإسم صحيحا هذا السؤال يتكرر عندها ورأت أن الفرصة سانحة لطرحه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم والموت ما قولكم في العائلة التي تسكن في بيت واحد يعني الإخوة وزوجاتهم وأطفالهم في نفس البيت وللعلم أن أحد الإخوة زوجته لا ترضى بذلك ولا تجد أن ذلك يحقق لها سترا بينما يكون هذا الستر أكثر لها أكثر بالنسبة لها عندما تكون في بيت أهلها هذا النوع من الروابط التي يحصل أيضا يحرص عليها الناس بأن تكون الأسر كلها في بيت واحد أو يجتمعون في مكان واحد تقدم أن الروابط الاجتماعية المعتبرة شرعا هي التي تبنى على مرضات الله سبحانه وتعالى وتراعي أخلاق هذا الدين وقيمه وآدابة والحديث الذي استشهدت به صحيح هو الحم الموت حينما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال إياكم الدخول على النساء فقيل والحم يا رسول الله فقال الحم الموت فلابد من أن تراعى آداب الستر والعفاف ومنع أبواب الفتن وذرائعها وهذا يتحقق حينما تكون المرأة مستقلة أي الزوجة مع زوجها مستقلة في بيتها فإن لم يمكن ذلك فلابد من مراعاة الفصل بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات وأن يخصص الرجل وزوجه مكان خاص لا يحصل فيه هذا الاختلاط المحرم شرعا وأن يتقيد الجميع بآداب هذا الدين وأخلاقه مع سعيهم إلى أن يكون لهم مكان خاص منفصل لا تكون المرأة فيه عرضة لأن يطلع عليها الأجانب من الرجال وهم الحم في هذه الحالة ولا أي أحد من الرجال الأجانب وكذا الحال بالنسبة للرجل أيضا في تعامله مع المرأة لأن كل واحد منهما مأمور بالستر والعفاف وغض البصر وحفظ الفرج